بعد نجاحها في توفير العلاج للمرضى المعوزين وعلى توفير كل ما يلزمهم ها هي جمعية الأمل تفتح بابا جديدا عن طريق البروفيسور بن محمود لعلاج تشوهات الفام والهاد مختصة في مجال تشوهات الخلقية وخاصة منها تشوهات الفم والهاد وقد تم فحص عديد كبير من هؤلاء الأطفال وبعد الفحصات إن شاء الله نقوم بعملية لهذه الأولاد إن شاء الله التشخيص هو دراسة الملفات قبل إجراء العملية التي يقوم بها جزائريون على مستوى عالمنا الاحترافية وبالمجان لأبنائنا بعد أن نجحت الجمعية في وضع برنامج محترم وبمشاركة العديد من الأطباء خارج الولاية في التكفل بحالة مرضية عديدة لهذه العملية إن شاء الله كلها تقوم في الجزائر وننوجه نداء لجميع الناس بلي هذا النوع من الجراحة موجود بالجزائر لذلك لازم إن شاء الله للناس الأولياء يكونوا وعيين بلي كل شيء موجود في الجزائر نشكر جمعين في الأمل عين من الله ونشكر طبيب لخارطة العاوني وإن شاء الله لدي العملية في أقرب وقت بعد فكرة الطبيب كيلاني والذي يدوم على تقديم خدماته بالمجان ها هو باب الأمل يفتح اليوم بزيارة البروفيسور بن محمود في انتظار تقديم خدمات أفضل لفئة المعوزين وخاصة الاطفال منهم